صاحب سمو الملك الأمير نحمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أطلق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية والهادفة إلى بناء منظومة للملكية الفكرية تدعم الاقتصاد القائم على الابتكار والإبداع كل شيء يبدأ بفكرة فكرة قد تغير العالم إذا تحولت لواقع خطوة جديدة نخطوها لنكتشف ماذا بعد نطور المواهب والمبدعين لننطلق لما بعد التمكين نستثمر في الأفكار والعقول لنتخطى حدود المعقول نخلق بيئة فكرية خصبة تزيد من مكانة المملكة لتذهب بنا إلى مكان أبعد نخلق بيئة تحميه وتحمي ما بعد الفكرة استراتيجية تنطلق بنا نحو سيل من أفكار المستقبل نحو المستقبل وما بعد المستقبل نحو مرحلة جديدة آفاقها أوسع من الواقع الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية نحو الفكرة وما بعد الفكرة إذن الفكرة وما بعد الفكرة استراتيجية رائعة جدا وهي تهدف إلى إنشاء سلسلة قيمة للملكية الفكرية على مدى خمس سنوات القادمة لتحفز تنافسية الابتكار والإبداع وتدعم النمو الاقتصادي لتصبح المملكة رائدة في مجال الملكية الفكرية ومن أقول الاستثمارات يريم أتوقع وأحس وأكيد إن شاء الله أنه بيكون استثمار في العقول لما أنت استثمري عقل مبكر هذا دعم اقتصادي قوي رح يكون للبرد إن شاء الله